اقول لك ايه بص كلنا عارفين اللي لو انت عايز تقول انا عندي حاجة معينة فبتقول I have والحاجة اللي انت عايزها صح I have a car ولو انت هوات جامد قوي يعني وعايز تطول الجملة فتقول I have a black car صح انا عندي عربية سودة صح صح ولو انت استخدمت بدل I وحطت ضمير she وليكن فحطي لها فتحطي has مثلا a red dress طبعا انا شرحت لك المرة اللي فاتت A دي موقعها ايه واجات ليه ودي معناها one وقالت لك she has a red dress يعني عندها مستان احمر واحد حلو حلو مش ده موضوع ايه انا موضوع ايه انا في حاجة كارثية الاطفال بيعملوها والكبار بيركز معين لو انا عايز اقول انا ما عنديش عربية فبنقول ايه فلاقي حد جايد اقولي كده بكل بساطة I haven't a car ودي غلطة كارثية لدي طلع علي ثانية فه عشان ايدي اللي بترديني بقى مشاكل النقط باريه معلين I haven't a car غلط موضوع مش بيومش كده خالص وركز معي امتى بجيب haven't كده بالشكل ده لما انا هحط بعديها verb والذيب ده لازم يكون في ال P P يعني زمن اسمه present perfect وده لسه بعيد شوية عشر حولك بس ده انت بقى عارف طب يعني ده بيجي ازاي فانا قلت لك مثلا I have played tennis فانا عايزا فيها فاقول I haven't played tennis لكن في حالة انك بتنفي انك ما تمتلكش شيء معين فالموضوع ثابت حاجتين هتستخدمهم ياما تقول don't have وياما تقول doesn't have طب دي مع ايه ودي مع ايه بكل بساطة هنقول دي بتيجي معه احفظهم I, we, you ما انت لو حافظت الجزء اللي انا قلت تقولك بتلاقي مضوع بسيط هنا مع هي وشي وإت يلا نقر I have a car عايزا اقول انا ما عنديش عربية هقولها ازاي I don't have a car شكرا لنقطة المغلولة شكرا لنقطة مشلولة I don't have a car I don't have a car طب يلا عايزا اقول she عايزا بقى يلا على طول هي ما عندهاش مثلا ايه قول ايه حاجة كلب هقول she doesn't have a dog هتقول هم ما عندهمش بيت كبير هم يعني ذي ما عندهمش don't have a big house كده بانزي بقى عارف نفي الملكية ده بنينفيه ازاي من قولش haven't من قولش hasn't من قولي اما doesn't have اما don't have والحالتين من السادم هم ما جيش تقولي طب ما هي كانت هاز واحد فازلوك انا عارفه انا عارفه قبل مكتب الكومنت انا عارفك يا انا عارفك تعال 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 طلتني she has a red dress صح صح ليه بقى ما اقولش she doesn't هاز ارد ليه بقى ما اقولش كده مبقى بكل بساطة دو و داز او دونت و دازن عايز يجي وراهم انفينيتيف مصدر والمصدر من هاز هو هاد ها ها نجري في مزلكة نجري اي عاجة لازم تركب خلاص اشان خاطر طب لو انا عايز اسأل بقى سؤال عايز اقول مثلا هو انت عندك عربية اه حد يجي يقول لي هاذ يو ا كور اكسم بالله عدك من ودنك همانش بقى الكلام ده خلاص فيش الكلام نعم فيش عايز تسأل حد عنده حاجة ولا لأ عندك حاجتين يما تقول له دو وبعدين البرنامون بتاعك وبعدين السبجكت الفاعل هنقول له ايه بص بص دو وبعدين سوري فيه هنا هاب يعني ها ستبقى بعضها دو دو هاو هاو a car do they have a big house يبقى انا عملت ايه؟ do في الاول بعدين الفاعل بعدين have do فاعل have حت اسأل لحاجة اللي انا عايزها يا اما الحل التاني مع الضماير التانية بتبقى دهز بعدين subject الفاعل اهو وبعدين have برضو ايه ده does have ايه انا قلت لك بقى عايزة infinitive على طول واكمل الجمل مثلا does she have a red dress طب انا يلا يلا اسألك انت يلا قل لي مثلا هو عنده كورة سودة هو عنده كورة سودة اقولها ازاي ها قلها ولا تكتبها انت لا طب يكتب انت اقولها وانا هلا ما اقولها بص انا هقولها وانا هاقولها عايزة بلت بس كب والله بسيط تلكز اعمل براكتس كتير هاستخد معي كورسز عندنا كورس نوت اجرامر مؤحدة اطفال كبار تأسيس لا بجرت المرات دي وتقدر تعمل براكتس على الجمل تكتب لها في الكومنت واحنا نصحح سلام شكرا م familنة نعم ،رق